لا يزال الوضع في مارب محاطا بتعقيدات كبيرة خصوصا فيما يتعلق بالصراع المستمر مع الحوثيين قبائل مارب خاصة عبيدة والوادي مؤخرا أكدت وقوفها إلى جانب الدولة في حماية المنشآت النفطية والتصدي لأعمال التخريب وهو ما أكده نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب سلطان العرادة بأن المنطقة مستهدفة من قبل عدو لم يتوقف بهدنة أو اتفاقات مشيرا إلى التعاون بين الحوثيين وبعض الجماعات الإرهابية تسعى ميليشيا الحوثي بالتعاون مع جماعات إرهابية لتحقيق أهدافها في مارب التي استعصت عليها منذ الإنقلاب وبدء الحرب كان آخرها محاولة استهداف منشأة صافر النفطية بثلاث طائرات انتحارية مسيرة موقف القبائل اليوم يعيد إلى الأذهان موقفها في مطارح مارب حينما اصطفت في وجه ميليشيا الحوثي إبان الإنقلاب وحالت دون اجتياح المحافظة ظلت القبيلة خلال سنوات الحرب حائط الدفاع ضد محاولات الحوثيين للسيطرة على المحافظة الاستراتيجية ولا تزال تواصل دعمها للجيش الوطني وإسناده في معاركه ضد الميليشيا مارب التي كانت ملاذا لليمنيين ومحطة سلام للهاربين من الصراع يبدو أن الميليشيا لا ترا فيها إلا وقودا للحرب الهجوم ومحاولة تدمير منشأة حيوية مدنية يعكس نية الحوثيين في تعطيل الاقتصاد الوطني وزيادة الضغط على الحكومة فيما يرى مراقبون أنه تكتيك حوثي يقوم على تنفيذ هجمات معقدة تطيل أمد الحرب وتغلق الباب أمام كل محاولات السلام فمنذ بدء الهدنة تحولت الحرب إلى معركة اقتصادية تمكن خلالها الحوثي من تعطيل تصدير النفط في مناطق سيطرة الشرعية عبر ميناء الضب والنشيمة من خلال استهدافهما بالطائرات المسيرة السلام مفردة لا وجود لها في قاموس ميليشيا الحوثي ومن أراد السلام معها فعليه أن يستعد جيدا للحرب وهو ما تفعله مأرب اليوم